موسيقى لكل المتابعين لجنة إزالة التمكين استرداد الأموال العامة تعود في نشاط مجددا الذي لم يتوقف ولكن في لغاية مع المواطنين وفي مؤتمرات الصحفية حقيقة فيه كثير جدا من الأعمال الواضحة والأنجزة في الأيام السابقة وأيضا بنعد بلغاءات قريبة ومكسفة في الفترة الجاية نتيجة للغياب المتطاول وكان ماشي في اتجاه إعداد الملفات بصورة جيدة تعديل الغانون أيضا ساعد اللجنة في أنها تقدر تنجز عدد كبير من الأعمال بسرعة لأن الغانون كان واضح جدا وأعطى اللجنة صلاحيات كبيرة وحتى عدد كبير جدا من الناس اللي كانوا بشككوا في اللجنة وقدرتها وإمكانياتها وقدرة العاملين عليها في إنفاذ الغانون كلهم عادوا وتراجعوا عدد من الناس اللي كانوا رافضين للتسليم مغارهم اعتذروا وعادوا مرة أخرى للتأكيد على إن اللجنة لديها كامل الصلاحيات ونحن بنأكد الغانون ليس موجه ضد أي أحد ولا هو حصانة للعاملين في هذه اللجنة من أجل أشياء شخصية إنما الحصانة أو قوة الغانون هي لإنفاذ الأعمال كثير جدا من الشباب اللي أنا بتابع قراءاتهم وتعليغاتهم حول إن هذا الغانون به حصانة كبيرة للعاملين في اللجنة هذه الحصانة غير مقصود بها تحصين العاملين في اللجنة من أي عمل يقوموا به في اتجاه آخر سوى عمل اللجنة نفسها لذلك هذه اللجنة مهمة ولجنة مركزية ومحاولة هز صغة الشعب فيها بتمشي بصورة ممنهجة عدد من الإعلاميين وعدد من كوادر النظام البائد كانوا بيحاولوا يرسلوا رسالة لأن اللجنة غير غادرة على حماية مغارها واللجنة لا تستطيع أن تنفذ الغانون وكان عدد كبير جدا من منصوبين نقول لهم هذا الكلام كلام بانتهي يعني الناس بيكلموا عن المؤتمرات الصحافية والكلام ده بكرة بانتهي لذلك اللجنة حريصة جدا على إثبات إن هذا الغانون غانون مجاز بوسط اللجنة التشريعية جمعية المجلس التشريعي اللي هو مجلسي السيادة والوزراء وأيضا تريد أن تؤكد إن هذه اللجنة هي لجنة الصورة وكمان ردد دائما إن هذه اللجنة هي سيف الصورة ودرعها لذلك الكلام والانتغاد المستمر لللجنة من الحادبين عليها ومن أبناء الصورة نحن نتقبله بصدر الرحب ومستعدين لأنه نتواصل ونتناغش بصورة مستمرة باب اللجنة مفتوح للجان المغاومة وللجان الأحياء ومختلف اللجان اللجان الخدمات والتغيير وأبناء الصورة في إنهم يتواصلوا معنا بل عدد من الإنجازات الكبرى التي نحن أنجزناها وحن نتكلم عنها في الأيام الجاية كانت بغاصة الشباب السورة سواء كان التبليغ عن بعض المنازل المجبوه فيها ووجدنا فيها عدد كبير جدا من الوسائر يعني نحن حاليا في مؤتمر الصحف اليوم تسمعوا وتتابعوا وصولنا لأحد الحسابات المركزية للمؤتمر الوطني الحزب المحلول وفيها كثير جدا من الشركات التابعة للمؤتمر الوطني والتي كانت تمول أنشطة المؤتمر الوطني وفيها أيضا عدد من الأشخاص الذين يتسلمون الأموال من شركات المؤتمر الوطني وإعلاميين كان يغوم عليهم إعلامي كبير برضو حنتكلم عنه يتسلم الأموال من هذه الشركات ويسلمها لإدارة العمل الإعلامي غريبة أنه كان حتى آخر يوم من أيام السورة يدافع عن النظام ويتحدث من منصة الاستغلالية ولكن الأوراق لا تكذب هذا الشخص تسلم أموال طائلة من حسابات خاصة بالمؤتمر الوطني لدير بها العمل الإعلامي وليسلمها لعدد من الصحفيين والإعلاميين الأموال التي وزعت أيضا على الغنوات وغيرها سنتحدث عنها في مؤتمرات صحفية غادمة موجودة تحصلنا عليها في هذا الحساب التجميعي الذي صب فيه أموال هذه الشركات الملزمة وأنها استثمارات للحزب المحلول هذه الشركات ملزمة بأنها تدفع لأن المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية إنشاءتها لتمويل العمل السياسي بتاعها هذه الشركات أم استردادها وإعادتها لأبناء الشعب السوداني لأن هذه الشركات أسست بأموال السودانيين وتم استخدامها في دعم المؤتمر الوطني الذي غمع الغوة السياسية وجميع السودانيين لمدة 30 سنة واستفردوا بالمجال السياسي لطوال هذه الفترة أيضا تحصلنا في هذه الأموال على الأموال الطائلة التي كان صرفها الجنرال المعزول عمر حسن أحمد البشير الذي تم عزله بواسطة الصورة الشعبية من منصبه في رعاست الجمهورية هذا الشخص بدد أموال وغدر بمئات الملايين من الدولارات في حسابات النسريات الخاصة وفغا لهذه الحسابات تم فتح بلاق رغم 10 على 2020 باسم عمر حسن أحمد البشير وآخرين لأن هذا الرجل كان يتغاضى نسرية شهرية تغدر بـ 20 مليون دولار تورد إلى حسابه رغم 26-16 ببنكم درمان الوطني وهذا الحساب مسجل باسمه الشخصي هذا البلاق مفتوح فيه كموظف عمومي بدد هذه الأموال الطائلة كانت يصرف 20 مليون دولار شهريا ثم تناغصت إلى 8 مليون دولار ثم تناغصت إلى 7 مليون دولار ثم تناغصت إلى 6 مليون دولار ثم إلى 3 مليون دولار وكانت هذه الأموال تصرف حتى في أشد لحظات صعوبة وحلكة لما كنا لا نجد الدواء ولا نجد أدنى الاحتياجات هذه الأموال الطائلة التي كانت بمقدورها أن تغير حياة السودانيين وتفتتح آلاف المدارس وآلاف المشافي الصغيرة وأن تعيد الحياة وترسم البسمة على ملايين السودانيين المستضعفين الذين يغمون في مناطق مختلفة ويعانون من الفخر هذه الأموال تم تبديدها خلافا للتصديقات المالية الأخرى التي تتراوح ما بين 7 مليون و5 مليون دولار تحت مسمى مهام رئاسية عاجلة وغيرها من المسميات حساب رغم 2616 باسم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير شخصيا وتم فتح المواد 177 على 2 من الغانون الجنائي لسنة 1991 إجراءات مالية ومحسبية ما أطيل عليكم كثير من العمل بانتظرنا كنا وعدنا بإعفاء عدد كبير من الموظفين أو منسوبية الخدمة المدنية لكن أجلنا هذا الغرار لما بعد عيد الفطر بالنسبة للظروف الصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد أيضا حددنا درجات محددة نحن نبدأ بالدرجات العلية في الوظيف الخدمة المدنية ونراجع الملفات عدد كبير جدا من الوزارات والمؤسسات جابت الأوراق مفصلة بدراسات متكاملة بمعلومات نحن أرجعنا الدرجات العمالية قلنا لمزيد من الاستساق حول النشاط بتاعهم الأمني تبع المليشيات الحزب المحلول أو أي تعامل اليوم آخر بنحاول ندرس هذه الملفات مرة أخرى وما لم يكن هؤلاء العمال متورطين في أعمال ذات طبيعة أمنية أو تحشيد ضد الحكومة أو محاولة إفشال حكومة الصورة فإن هذه الأسماء سيعاد النظر فيها مرة أخرى لا نريد أن نستخدم هذا الغانون بتعصف بل برأفة وبرحمة ونحن بنقول دائما درجات العمالية محتاجة لتغييم لوضع الاجتماعي ووضعها الذي دفعها برضو للمشاركة في بعض الأحيان في بعض الأعمال التي ربما يكون تحت ضغوطات محددة لكن الأسماء موجودة برضو بنريد أن نوجه صوت شكر خاص للجنة ولاية غرب دارفور نحتبرها اللجنة الأولى التي رفعت أول تقرير من لجان الولايات ونحس بغية الولايات على أنها تواصل أعمالها لأنه بنتظر كثير من العمل في الولايات التي ما زال يحكمها النظام البيض في جولة الأخيرة لولايات شرق السودان وجدت ما زالت هذه الولايات محكومة بالنظام البيض وهذا الأمر يؤدي إلى عديد من التوترات وهؤلاء الموظفين يستخدمون موارد الدولة لإزارة الغلاغل ولتحشيد الكوادر لمحاربة حكومة السورة الحل الأساسي طبعاً لهذه الأمر أن نتفق كل الشركاء لإكمال المصفوفة وتعيين الولاء والمجالس التشريحة ولكن حتى ذلك الحين نطالب لجان التفكيك في الولايات أن تسرع برفع ملفاتها نحن في أقرب مؤتمر صحف اللينا والمتوقع ينحقاده خلال فترة وجيزة جداً يعني غالباً لا ننتظر الأسبوع الغادم لأنه لدينا كثير من العمل وأيضاً الشباب لديهم همة عالية في إكمال هذه الملفات نحن هنزيع الغرارات التابعة لغرب دارفور ونحن بنحييهم تحية خاصة من هذه المنصة ونقول لهم كل الورق وصل وندعوكم لمواصلة مجهوداتكم ونحس جميع لجان الولايات للتعاون مع بعضهم البعض من أجل إكمال هذه المهمة النبيلة الغاضية بتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن شكراً جزيلاً شكراً السلام خير كل عمانتم بخير أكفة اللجنة في عملها وكما ذكر السيد عودة مجلس السيادة محمد الفكيه بأن الخرارات الخاصة بالعاملين بالخدمة المدنية كما وعادنا سابقاً أن يتم إصدار في فترة ما بعد الرمضان أملت اللجنة بصورة منحجية من دو واقع ملفات الآملين الخدمة المدنية ووجد هناك تجاوزات وملفات كثيرة في عملية التعيين وفي حالات وفي متعلق بولاء ومنحجية عمل انشاءتهم خرارات هم ليس كانوا مستظفين للخدمة المدنية وكانوا ولاءهم يعملون من أجل تكريس وتحويل مؤسسات الدولة من المؤسسات خدمة مدنية إلى مؤسسات النزام السابق وكانوا هم واحد من أدوات من أدوات النزام السابق في تدمير الخدمة المدنية وفي تدمير هذه المؤسسات كل هذه الخرارات جاءت نتيجة العمال اللجنة كما ذكرت وأيضا للتأكيدات التي صدرت من جميع الأجهزة من التأكيد من المعلومات سواء كانت الأجهزة الرسمية والأمنية وكلها وتوصلنا إلى حقيقة بأن هؤلاء هم كانوا ليس بموظفين يعملون لصالح الشعب السوداني ولا لصالح مؤسساتهم بل كانوا يعملون من أجل النزام السابق قرار رقم 20 هذه القرار خاص بوزارة مستشارين بوزارة العطل قرار رقم 20 قرار بينها خدمة مستشارين خانونين بوزارة العطل استناداً على المواد 3-7-13 من قانون تفكيك نزام السلاثين من ينيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020 وفقاً لسلطات لجنة تفكيك نزام السلاثين من ينيو 1989 وإسترداد الأموال العامة نظر القرار العادي نسوه إنهاء خدمة مستشارين خانونين بوزارة العطل وعددهم 98 مستشار بوزارة العطل بدرجات مختلفة ثانياً على الجهاز التصلة ودد القرار موضع التنفيذ محمد الفكي سليمان ودو مجلس السيادة رئيس اللجنة المناوض المستشارين التماني وتزين أدت تزع وعربين مستشار عام وكذلك أدت تلاتة وثلاثين كبير مستشارين وعدد تزع مستشار أول وأدت ستة مستشار ثاني ده نتيجة العمل جاعده لجنة تم دراسة العمر وجاعد بناء الأوصية من الجهة المختصة ومن الوزارة المانية كل هؤلاء كانوا ليس بمحام العدالة بل إنه كان يمارسون محام تمكين النزام السابق كذلك خرار رقم 203 بإنحاقد مدعملين مصدوق القوم للتأمين الصحي استناداً على المواد 3.37 من قانون تفكيك نزام السلسين منينيو تزا وتمانين وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وفقاً لسلطات لجنة تفكيك نزام السلسين منينيو ألف وتزومية تزا وتمانين واسترداد الأموال العامة نصدر القرار العاتي نصح أولاً إنهاء قدمة العاملين الآتي أسماهم بالصندوق القومي للتأمين الصحي وعددهم 26 ثانياً على الجهاز زعة السلع وضع الخرار موضوع التنفيذ محمد الفكير سليمان ودو مجلس السيادة رئيس اللجنة المناوب أيضاً لعدد 26 من العاملين بتفاوض الدرجات من الدرجة الأولى حتى الدرجة السامنة وهم جميعاً أيضاً هناك مخالفات عدة في ملفاتهم في طريقة تأيينهم وكذلك جميعهم كانوا من دم أدوات النزام السابق والذين يعملون في تدمير هذه المؤسسات والذين لا زالوا يعملون في محاولة إفشال هذه الفترة قرار رخم 204 قرار بين حاقة مدعملين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية استناداً على المواد 3 والمادة 7 و13 من قانون تفكيك نزام السلسين من ينيو 89 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 ووفقاً لسلطات لجنة تفكيك نزام السلسين من ينيو 89 واسترداد الأموال العامة نصدر القرار العادي نصف إنها خدمة العاملين لآتي أسماهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد العاملين 21 أيضاً من الدرجة الأولى القيادية الأولية حتى الدرجة السابعة ثانياً على الجهاز ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ قرار رقم 205 قرار بينها خدمة العاملين بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية استناداً على المواد 3 و7 والمادة 13 من قانون تفكيك نزام السلسين من ينيو 89 وزارة التمكين لسنة 2013 تعديل لسنة 2020 وفقاً لسلطات اللجنة تفكيك نزام السلسين من ينيو 89 واسترداد الأموال نصدر القرار العادي نصف أولاً إنها قدمة العاملين التي أسمعهم من الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وعددهم 16 أيضاً من الدرجة الثالثة حتى الدرجة التامنة ثانياً على الجهاز الصلة وضع القرار موضع التنفيذ محمد الفريق سليمان ودو مجلس السادة رئيس اللجنة المعاوي قرار رقم 206 قرار بينها قدمة العاملين بديوان الزكاة استناد الأموال 3 والمادة 13 من قانون تفكيك نزام السلسين من ينيو 89 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020 وفقاً لسلطات اللجنة تفكيك نزام السلسين من ينيو 89 واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نصف أولاً إنها قدمة العاملين الآتي أسمعهم بديوان الزكاة أيضاً من القطاع الثاني الخاص والأولى حتى حتى الدرجة السامة وعددهم 230 من العاملين ثانياً على الجهاز زعت الصلاة وضع الخرار موضوع التنفيذ محمد الفكي سليمان أدو مجلس السادة رئيس اللجنة المنائب وجميعاً بنعرف إن ديوان الزكاة بدل ما إنها كانت تكون بالخدمة التي تقدمها للفقراء والمساكين وكذلك نعرف المنائب السبع هي كانت واحد من المؤسسات اللي قادت تستخدم بسبب هؤلاء الآمنين لتكريز النظام ودعم النظام السابق وليس لدعم الفقراء والمساكين قرار رقم 207 قرار بإنحاقد من العاملين بالوحدات التابعة لوزار الشؤون مجلس الوزراء استناداً على المواد 3 والمادة 7 و13 من قانون تفكيك نظام السلسين من ينيو 89 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وإفقاً لسلطات لنية تفكيك نظام السلسين من ينيو 89 واسترداد العموال نزل الخرار الآتي نسهم أولاً إن حاقد من العاملين الآتي أسمعهم بالوحدات التابعة لوزار الشؤون مجلس الوزراء أددهم أددهم أفواً أددهم 148 من الوحدات العاتية المجلس الخومي للتقتيط الاستراتيجي المفوضية الخومية للعراضي كذلك مجلس شؤون الأهزاب السياسية الجهاز المركزي للإحصاء ديوان العدالة الخومي المركز الخومي للمعلومات الحيئة السودانية المجلس السوداني للإعتماد الدراسات الاستراتيجية مجلس الصداقة الشعبية مجلس تنزيم مهنة الحاسوب مجلس الأمانة الوطنية للشراكة الجديدة للتنمية الأفريقية الأمانة الوطنية للشراكة الجديدة أيضاً للتنمية الأفريقية ثانياً للجهاز ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ كذلك قرار رقم 208 قرار بننهاى خدمة العاملين بالمجلس الخومي للسكان استناداً على مواد 3.7 و13 من قانون التفكيك نظام 30 من ينيو 1989 وإزالة التمكين السندة 2019 تعديل 2020 ووفقاً لسلطات لجنة التفكيك النظام 30 من ينيو 1989 وإسترداد العموال نصدر القرار الآتي نصه أولاً إنها خدمة العاملين الآتي أسمائهم بالمجلس الخومي للسكان ثانياً للجهاز ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ محمد الفكيس الإيمان ودو مجلس السيادة رئيس اللجنة المناوب أيضاً أدوهم 7 من العاملين قرار رقم 209 استنادنا للمواد 3 و37 من قانون تفكيك نظام 30 من ينيو 1989 وإزالة التمكين لسند 2019 تعديل لسند 2020 ووفقاً لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 من ينيو 1989 واسترداد الأموال نصدر القرار الآتي نصه أولاً إنها خدمة العاملين الآتي أسمعهم بمفوذية الأون الإنساني ثانياً للجهاز ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ محمد الفكي سليمان ودو مجلس السيادة رئيس اللجنة المناوب أدد العاملين 42 الدرجات من الدرجة السالسة القاصة حتى الدرجة السامنة أيضاً قرار رقم 217 إنهاء قدمة آملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء استناداً على المواد 3.7 و13 من قانون تفكيك نظام 30 من ينيو 1989 وإزالة التمكين لسند 2019 تعديل لسند 2020 ووفقاً لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 من ينيو 1989 واسترداد الأموال نزل القرار العاتي نسهم أولاً إنهاء قدمة الآمنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وعددهم 56 ثانياً للجهاز ذات الصلة وضع القرار بوضع التنفيذ محمد الفكي سليمان ودو مجلس السيادة رئيس اللجنة المناوب أيضاً إنهاء قدمة أدد 7 من الآمنين بالأمانة العامة لمجلس السيادة استناداً على المواد 3 و7 و13 من قانون تفكيك نظام 30 من ينيو وإزالة التمكين لسند 2019 تعديل لسند 2010 ويفقاً لسلطات لجنة تفكيك نظام 30 من ينيو واسترداد الأموال العامة نزل القرار العاتي نفسه أولاً إنهاء قدمة العاملين بالأمانة العامة بمجلس السيادة وعددهم سبع على الجهاز ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ محمد الفكي سليمان ودو مجلس السيادة رئيس اللجنة المناوب نموذك لعمل المقالفات وطريقة عمل الليان دي مصفوفة مثلاً بتوضح شكل المقالفات الذي تم في هذه الوظائف إذا أخذنا بعد النمازك شخصي تم تعيينه في 2002 في وظيفة مدير مكتب بالدرجة الثالثة يعمل حتى الآن ودون أي خبرات في المجال الألماني بتوصية من وزير تم تعيين بقرار هو مناسب الذي كان يتخلده الذي سمح له نيلة الدرجة الثالثة رئيس إزبارة طمر الوطني بمجلس الوزراء نائب الأمين العام للصندوق الخوم الرئيس الراب أمين قطاع أمضرمان أمين قطاع الطلاب في الفترة السابقة كل هذه المعلومات من دو الملفات الخاص بالعملين وكذلك نمازك كثير شخص منتدب من جهاز الأمن والمقابرات الوطني عمل لمجلد عامين من 2004 إلى 2006 يحيل للتقاوض تعيينه وفقاً تم تعيينه في مجلس الوزراء يعادة تعيينه تاني بترخي على الوظيفة المنشعة فكل هذه الوظائف اللي موجودة في هذه التقرير هي نتيجة لمخالفات لشروط الخدمة وكذلك جميعها هي وظائف من أجل التمكين السياسي وليس من أجل خدمة البلد كذلك خطاماً بنقول أنه الوظائف اللي تم إنحاء خدمتهم حتى لا نكرر هذه المنهج يجب أن يفتح لجماهير الشعب السوداني والأبناء الشعب السوداني بصورة تعكس الوضع الجديد وبصورة تحقق شعر السورة حتى ينالوا أبناء الشعب السوداني وحقهم في التوظيف بصورة مع الاحتفاث لعملية الكفاءة وكذلك للتمييز الإيجابي لسبب الخلل الذي تسبب فيه النظام السابق بعملية التمكين دون مراعاة لتنوع السودانيين ودون مراعاة لأسس التوظيف في الخدمة العامة حتى نعيد للخدمة العامة وحتى تتحول مؤسسات الخدمة المدنية من مؤسسات للنظام السابق لمؤسسات خدمة مدنية مستخيل تقدم جمهة الشعب السوداني شكرا جزيلا واصل الزمين في قرارة الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم نحيي الشعب السوداني ونهني بالعيد المبارك ونحب نطمن أن اللجنة تعمل في انسجام كامل وتعمل بكل جد هناك كثير من الملفات في إزالة التمكين ونحن نطمنكم أنه نحن إن شاء الله الفترات الجاية الناس سيكون عندها ملفات اقتصادية مهمة جدا كما أشار السيد محمد الفكي الرئيس المناوب بما كان تغضاه الرئيس عمر البشير شهريا 20 مليون دولار في أيام نهضة البترول وبدأ يتقاعص يعني المبلغ بدأ ينقص بعد الانفصال واستمر المبلغ إلى يوم صغوطه هناك آخرين فنكشف عنهم لكي يعرف الشعب السوداني أن يعيش في أزمة اقتصادية طاحنة والصفر الرئيسي هو أسلوب النظام في التمكين على السلطة والثروة طيلة 30 عام هناك أيضا بعض المنظمات وذكرنا في مؤتمرات سابقة كثيرة أن هناك منظمات خيرية في الظاهر وهي منظمات تعمل التنظيم كان يأخذ أموال كثيرة عبر هذه المنظمات ومن وزارة المالية ومن الحسابات الخاصة وحتى الحساب الخاص لعمر البشير الرئيس المخلوع كان يستخدم في تجارة العملة وذكر هو في إحدى محاكماته أنه كان هناك شخص يشتري يعني يبيع له عملة وكان تنزل هذه المبالغ ويتم استخدام هذه المبالغ بعد أن تحول إلى سوداني بالسعر الموازي يتم شراء الدولار بهذا المبلغ فبالتالي يعني رئيس دولة كان يعمل في تجارة الدولار وكان هو من الأسباب الرئيسية في رفع السعر والخفاض الجنيه والتضخم الذي كان يحدث يوميا طيلة عهد حكمه أيضا هناك منظمة اسمها سودان فاونديشن فيها أسامة عبدالله وكمال عبداللطيف تم طبعا اليوم وضع حجز هذه المنظمة ووضع يعني يدنا عليها وإن شاء الله سنوافع الناس بالقرارات لأن المنظمة تدار فيها مؤتمرات وإجتماعات للثورة المضادة وأيضا يعني هناك كثير من المنظمات الشبيهة أيضا هناك شركات خاصة في القطاع الاقتصادي هناك الصرافات هي التي تعتبر مجموعة من الصرافات كانت تعمل في تخريب الاقتصاد الوطني بشكل منظم ومرتب ومدعوم وكانت حبارة عن عدد من الصرافات وهما لمنصوبين نظام وذكرت في كتب كثيرة جدا تحدث الناس عن الأمن الشعبي وانتلاكه لهذه الصرافات وكانت هذه الصرافات تعمل بصورة منظمة في تجارة العملة وتوفير عمليات دفع خارجية السودان لأنه كان هناك الحصارة التي تضرب على السودان بسبب الأعمال الإرهابية التي تسبب فيها أفراد النظام فبالتالي هذه الصرافات كانت هي عبارة عن قنوات خارجية بديلة للبنوك لأنها كانت تحول مبالغ طائلة إلى خارج السودان وتساهم مباشرة في الضغط على جنه السوداني وانخفاض جنه السوداني لأنه سمح النظام في فترة من الزمن بخروج أموال نغدا ولكن بعد ذلك تم إيقاف خروج الأموال نغدا عبر المطار فتم استخدام هذه الصرافات لاستخراج كثير من الأموال وسنذكر إن شاء الله في المرات القادمة كيف يتم التعامل ولكن لجنة وضعت يدها تم حجز عدد من الصرافات بالقرار رغم 216 قرار حجز الصرافات استنادا على المادة 3 و 4 و 7 و 12 و 13 من غانون تفكيك النظام 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020 وفقا لسلطات لجنة تفكيك النظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة تصدر القرار آت نصه أولا الحجز على كل أموال وحسابات ومنقولات وصور وعقارات الصرافات التالية شركة الإمامة للصرافة المحدودة شركة الهجرة للصرافة المحدودة شركة أرجين للصرافة المحدودة شركة الرايت للصرافة المحدودة شركة الفجر للصرافة المحدودة شركة ليرة للصرافة شركة دينار للصرافة المحدودة شركة الراسل للتحاويل المالية شركة وافة للصرافة المحدودة شركة باب المندب للصرافة الشركة الأفريقية للصرافة المحدودة سألنا على الجهادة للصلة ووضع القرار موضع التنفيذ محمد الفكيس العمان عضو مجلسيادة والرئيس المناوب للإزالة التمكين أيضا هناك عدد من الشركات يعني درجة منسوبية نظام هم يتقلدوا مناصب كبيرة في الدولة مثل منظمة أو شركة لازوتين وهي شركة أيضا صدر فيها قرار رغم 210 قرار استرداد شركة لازوتين للتنمية والاستثمار المحدودة استناد على المواد 3 و 4 و 7 و 12 و 13 من غانون تفكيك النظام لسلسين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسند 2019 وتعديل لسند 2020 وفقا لسلطات لجنة التفكيك إزالة النظام من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة نظر القرار آتي نصه أولا الحقز على كل أموال وحسابات ومنقلات وصول وعقارات شركة لازوتين للتنمية والاستثمار المحدودة استرداد كل أسهم شركة لازوتين للتنمية والاستثمار المحدودة لصالح حكومة السودان وتزجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من 1 شركة أديم المحدودة 600 سهم 2 سعد الطيب أحمد رحمط الله 400 سهم ثالثا على الجهاد تتصل وضع القرار ووضع التنفيذ محمد الفاكسي الإيمان عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب أيضا نظام كانت هناك شركات مفلسة درجة نظام على تمكين هذه الشركات من الأموال العامة كانت هناك شركة شركة اسمها بترباش تعمل في غطاء البترول وتم إجبار بواسط وزير النفط في ذلك الوقت إجبار شركة النيل البترول وشركة النيل البترول هي من الشركات الكبرى كانت تعمل في مجال التوزيع المشتقات البترولية لشراء 49% من أسهم شركة بترباش بمبلغ يقدر بـ 20 مليون دولار أي تم تقييم الشركة لا تسوى 3 أربعة مليون دولار بـ 40 مليون دولار وأجبر المنسوبين في شركة النيل لشراء 49% من شركة بترباش فبالتالي بترباش تربحت من هذا الموضوع وتم إنشاء شركات ومصانع كانت تمتلك مصنع للزيوت ومصنع فوكس هو الأصول الوحيدة التي كانت ملك لشركة بترباش فبالتالي تم السيطرة على الأموال العامة عبر شراكة غير منصفة وغير محقة في مال الشعب السوداني فبالتالي صدر قرار رغم 211 قرار استرداد أسهم في شركة بترباش للأنشطة المتعددة المحدودة استردادا على المواد 3 و 4 و 7 و 12 و 13 من غانون تفكيك النظام 30 يونيو 1989 ويزال التفكيك لسنة 2019 تعديل 2020 وفغا لسلطات لنية تفكيك النظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة نصدر القرار آتي نصه أولا الحقز على كل أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات شركة بترباش للأنشطة المحدودة ثانيا استرداد أسهم بشير حسن بشير عثمان في شركة بترباش للأنشطة المحدودة لأنبالق قدرها 51 سهم لصالح حكومة السودان وتزجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ثالثا نوصل جهاد للصلة باتخاذ التدابير اللازمة لإدارة أعمال الشركة بواسطة وزارة الطاقة وهي شركة عطل شركة النيل للبترول رابعا على ديوان المراجعة القومي الشروع فورا في مراجعة حسابات الشركة خامسا على جهاد للصلة وضع الأغرار موضع التنفيذ محمد الفكسليمان عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة المنامب طبعا نحن هناك كثير من الشركات الآن سوف يتحدث عنها الأخ وجدي هناك مجموعة كانت تعمل بصورة واضحة لتمويل النظام البايت وما زالت مستمرة في هذا العمل الإجرامي بعمل صورة مضادة وكل الذي كان ينظم في الشوارع من الزحف الأخضر وما كان يسمينه كان يمول بهذه الشركات وكان هناك حسابات محددة في بعض البنوك ونحن الآن نرصد هذه الحسابات وسوف نفيد شعبنا الكريم بكل التفاصيل ونعري كل من يعيق التقدم أو الصورة أن تسير في المسار الصحيح ونحب نطمن أن اللجنة تعمل بغدم وساق لكشف الفساد واللجنة أيضا مؤمنة ومحصنة ومحروسة بهذا الشعب العظيم ونحييكم أيضا مرة أخرى ونطمن أننا نحن هنا وسنستمر في عملنا إن شاء الله بإذن الله لكشف الفساد بإذن الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم التحية لكم ونواصل ما بدأه زملائي أعضاء اللجنة الحقيقة في نقطة لا بد من توضيحها بشكل أكثر ذكر الدكتور صاح أنه كان موزج أنه حكومة السودان هو حقيقة مش وجبرت شركة النيل إدارة ولكن هو غرار يصدر من قيادة الدولة نزاك بإنشارك الجهة الفلانية الغرض الأساسي أنه تحويل أو إيجاد مبررات منطقية لتحويل أموال من حسابات وزارة المالية أو حسابات الدولة إلى شركات قطاع خاصة أو شركات خاصة هذه الشركات الخاصة هي ما شركات خاصة تعمل في القطاع الخاص على أساس أنها تخلق نهضة أو تنمية ولنما شركات مؤسسة على أساس أنه تمكن المجموعة الحاكمة والمتسلطة على رغبة الشعب السوداني تحت مسميات عدة مرة بإسم الدين ومرة بإسم التنمية وغيره وينهب في هذه السروات شركة بيتروباش نموذج أنه كانت شركة أصلا مؤسسة لكن ما عندها أي أموال ولا عندها قدرات حقيقية وواجهت بعض المشكلات هي شركة من شركات المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية تحديدا وهي من الشركات التي يعتمد عليها التنظيم الحاكم في تصريف أموره وبالتالي خشت الحكومة كشريك بـ 49% و51% لمالك شركة بيتروباش بشير حسن بشير هو بشير حسن بشير معروف النزول الإسلامي وزول من قيادات الحركة الإسلامية طيب ماذا كانوا يفعلوا؟ كانت هناك مجموعة من الشركات تمكن من خلال مؤسسات الدولة وزي ما ذكر الرئيس المناوب أن الرئيس المخلوع أمور حسن وحمد البشير حسابه الخاص فقط لما نتحدث عن الحساب الخاص لا نتحدث عن حساب القصر نتحدث عن حساب عمر حسن أحمد البشير 20 مليون دولار شهريا حتى لحظة صغوطه 3 مليون دولار شهريا اللي هي دي ممكن نقول أصعب الظروف برضو ما تخلى عن هذه الموالغ هذه الميزانية خاصة به عمر حسن البشير في حسابه الخاص وزي ما ذكر الرئيس المناوب تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته وإصدار الأمر المناسب وطبعا سيتم تسليمه باعتبار أنه أصلا محكم عليه وموجود في سجن كوبر مجموعة الشركات التي أسستها الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وهذه الواجهات كانت تقوم بتوريد مبالغ في حساب يسمى الحساب التجميعي هذا الحساب التجميعي موجود ليس في البنوك وإنما الشركات أموالها في البنوك تقوم تطلع قروشة تجيبها توريدها في الحساب التجميعي الحساب التجميعي ذا عند شركة واحدة بتدير هذا الحساب التجميعي هي شركة منتجات البترول وأيضا هي عندها اسم العمل أمان للبترول الشركات التي كانت تعمل وتمول هذا الحساب التجميعي من ضمنها شركة بيترو باش وأيضا هناك مجموعة من الصرافات هذه الصرافات أيضا لديها حساب في هذا الحساب التجميعي تقوم بتجيب الأموال من الحكومة تخش في الشركات دي ومن الشركات دي بيجيبها يوردها في هذا الحساب التجميعي الذي يصرف منه لعضوية الحركة الإسلامية وأنشطتها عضوية المؤتمر الوطني وأنشطه وكما ذكر أيضا اللي هو ما يسمى بالأمن الشعبي والصرف خارج الكشوفات الرسمية للدولة أيضا شركة حريصة العالمية شركة حريصة العالمية دي برضو هي كل يعلم الصفقة الفاسدة التي قامت بها هذه الشركة باستيراد باصات لولاية الخرطوم وكانت باصات كل الشعب السوداني شاف الحاصل فوقها وأحدات باصات وصلت وتحتاج إلى عمراء وأحدات باصات أصلا وصلت معطلة وبأسعار over invoice فوق الفاتورة الغرض الأساسي شكل من أشكال قسيلة الأموال وهو الحصول على ملايين الدولارات من خزينة الدولة ثم تحويلها إلى هذا الحساب التجميعي والمسائل دعم دانا موسغة من شركة حريص إلى الحساب التجميعي الذي كانت تديره شركة منتجات البترول ودي برضو جريمة حقيقة قيدة الإجراءات ولن نترك أحد يعني حقيقة يرتكب مثل هذه الجريمة والبشعة في حق الشعب السوداني والنهب الممنهج لهذه الأموال ولذلك تم الاتخاذ الإجراءات القانونية وأتلو ما يتطلب ذلك من قرارات أيضا شركة عقاركو برضو من الشركات التي كانت تعمل في مجال العقارات هذه الشركة أيضا من الشركات التي كانت تقوم بتوريد الأموال في هذا الحساب التجميعي وعدد من الشركات نحن ما حنقولهم حسي لأنه لسه هم يعلمون الإجراءات دعوني أقول نحن القرارات التي نصدرها وأصدرناها اليوم وفي هذه اللحظات دعوني أحيي قواتنا المشتركة وهي الآن قد سيطرت تماما على كل هذه المواغع التي صدرت بمجبها هذه القرارات المواغع هذه الآن تحت سيطرت قواتنا المشتركة من كل قوانا المسلحة وقوانا الأمنية التحية اليوم وهم بيبزلوا جهدوا دور كبير معانا في إنفاز قرارات لجنة إزالة التمكين وزي ما قلت كان لابد من إصدار قرارات على ضو هذه المواغعات قرار رغم 211 قرار استرداد شركة حريصة العالمية للاستثمار المحدودة وهو زي ما قلت الباصل برضو كان في حاجة يعني خالق التباس للشعب السوداني شركة مواصلات ولاية الخرطوم الذي يتبادل إلى الأزهان إنه هذه الشركة شركة مواصلات ولاية الخرطوم أو شركة مواصلات الخرطوم هي شركة قطاع عام أو حكومة للأسف الشديد هي شركة خاصة الحكومة لا تمتلك فوقها سوى أغل من 30% لكن كل الصفغات التي تبريبها هذه الشركة شركة حريص تقوم بدفع أموالها وزارة المالية وهي كما ذكرت لكم هي من ضمن الشركات التي تدفع في ذلك الحساب الذي يسمع الحساب التجميعي أو الحساب المجمع ولذلك صدرنا القرار الآتي استناداً على المواد 3-4-7-12-13 من غانون تفكيك نظام السلاسي من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 ووفقاً لسلطات لجنة تفكيك نظام السلاسي من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة نصدر القرار الآتي نصه الحجز على كل أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات شركة حريص العالمي للاستثمار المحدودة استرداد كل أسهم شركة حريص العالمية للاستثمار المحدودة لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من عصام عمر محمد الحسين قلته وأربعين سهم مؤمن عصام عمر محمد الحسين سهمين محمد محمد علي العربي خمسة وعشرين سهم طاها سر الختم طاها عوض الله عشرين سهم علي حسن أحمد عشر أسهم علي حسن أحمد جمه الباقي على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ وكل الأسماء يعني كثير من الأموال التي تتبعناها ستجدوا أن الأسماء في النهاية أسماء غير واضحة لكن تتبعناها منذ النشأة مرورا بإصدار الاعتمادات مرور بالحسابات مرور إلى أن لحظة ما يصب المال وهذه عملية زي ما قلنا عملية مغاقدة وهي عمليات قسيل أموال معروفة ويمر بها المال المقصول حتى أنه يكسبوا الشرعية ثم يعيدوا دورته لإدخاله في الجهاز المصرفي وقبل كده زي ما قلنا أنه جمعية الردوان الخيرية ورينة كان القرش بيتيجي كيف وتخشوا جمعية الردوان وتطلع من جمعية الردوان وتمشي حساب المؤتمر الوطني ثم يتم الصرف من حساب المؤتمر الوطني هكذا هذه الشركات تعمل وهكذا كان يعمل في هذا الحساب المجنب وبرضو بيشتغلوا فيه هذه السلعة الاستيراتية لأنها بشكل أو بآخر مربوطة بوزارة المالية ومربوطة بالدولة سواء كان البترول أو سواء كان المسألة المتعلقة بمنتجات البترول ومنها الغاز والزيوت والشحوم أيضاً هذه الشركات تمتلك عقارات كلها تم استردادها ما دارين نقول أننا سنزيع هذه العقارات ونسحم بها للمؤتمر الصحفي سنزيع هذه العقارات المستردة في مؤتمرتنا القادمة إن شاء الله لكن هذه الشركات أيضاً تمتلك العقارات وهذا القرار يشمل استرداد كل ما تمتلكه هذه الشركات أيضاً القرار رغم 213 قرار استرداد أسهم شركة عقاركو الدولية للخدمات المحدودة استناداً على المواد 3-4-7-12-13 من قانون تفكيك نظام السلسين من يونيو 89 وإزالة التمكين للعام 2019 تعديل سنة 2020 ووفقاً لسلطات لجنة تفكيك نظام السلسين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة نصدر القرار الآتي نصم أولاً الحجز على كل أموال وحسابات ومنغولات وأصول وعقارات شركة عقاركو الدولية للخدمات المحدودة ثانياً استرداد كل أسهم شركة عقاركو الدولية للخدمات المحدودة لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من هاشم خلف الله مرغني 30 سهم محمد علي الأمين 30 سهم العاقب سليمان طاها 40 سهم ثالثاً على الجهاد ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ وكما قالت أن المسألة بتاعت تتبع هذه الأموال أخذ وقت ولذلك تأخرنا خلال الفترة الفاتتة لكثير من الأسباب من ضمنها هذه الإجراءات الطويلة الشركة البتليمة القروجزاتة شركة منتجات البترول المحدودة وهي الموجودة عند الحساب التجميعي وهي التي تقوم بإدارته مع شركات أخرى برضو سيتم الكشف عنها ولكن اتخذت في إجراءات أولية الآن وما دعنا نقول التفاصيل قرار رغم 214 استرداد أسهم شركة منتجات البترول المحدودة استناد العاموات 3 4 7 12 13 من قانون تفكيك نظام السلاسين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وفقا للسلطات الممنوحة للجنة تفكيك نظام السلاسين من يونيو 1989 واسترداد العموال نصدر القرار الآتي نصه أولا الحجز على كل أموال وحسابات ومنغولات وأصول وعغارات شركة منتجات البترول المحدودة ثانيا استرداد كل أسهم شركة منتجات البترول المحدودة لصالح حكومة السودان وتسجيلها بإسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من عبد الرحمن عبد الله محجوب 900 ألف سهم محمد علي الأمين 900 ألف سهم تاج السر مصطفى 450 ألف سهم محمد الأمين إبراهيم العطاية 900 ألف سهم عبد الرحمن محمد علي سعيد 900 ألف سهم العاقب سليمان طه 450 ألف سهم ثالثا توصل لجنة باتخاذ ما يلزم من التدابير لاستمرارية أعمال شركة منتجات البترول المحدودة وإسناد إدارتها لوزارة الطاقة والتعدين رابعا على الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ وزي ما قلنا أنه الآن هذه المؤسسات الآن مربوطة بالغاز مربوطة بالبترول وبالتالي ما سيحصل انقطاع ستستمر طوالي هذه المؤسسة في أداء أعمال تحت إدارة ملاكها الجدد وهم حكومة السودان ومثل في وزارة المالية وزارة الطاقة والتعدين طيب دائرين نرجع للحساب المجمع عشان نشوف لأن حقيقة الحساب المجمع ده فوق حاجات غريبة جدا جدا يعني يمكن أن لا تكون في مخيلة أي مواطن سوداني كيف كان يتم الصرف على هذا من هذا الحساب المجمع ولمصلحة من طيب قبل أشار الآخر رئيس المناوب عضو مجلس السيادة بأنه في أموال كانت تدفع الإعلامين وصحفيين وغيره وممكن دي بتندفع من الحساب ده هذا الحساب التجمعي وأيضا تدفع منه لأموال الحركة لأنشطة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني يعني مثلا في يوم سبعة تمانية الفين وطمانتاشر الطاهر حسن التوم استلم مية ألف جنيه اللي هي مية مليون جنيه أيضا استلم في في يوم سبعة تمانية الفين وطمانتاشر خمسة مليون تسعمية خمسة وتسعين ألف جنيه خمسة مليار تسعمية خمسة وتسعين مليون جنيه بالقديم اللي هي خمسة مليون تسعمية خمسة وتسعين ألف أيضا تم استلام أيضا قطاع الإعلام برضو استلام تاني قطاع الإعلام ميت خمسين ألف دولار أيضا يوم تسعة تمانية الفين وطمانتاشر وأيضا تم دفع مبلغ يوم أربعة أربعة الفين وطمانتاشر لغنات الشروق مبلغ مية خمسة وتلاتين ألف دولار أنا ما دار أخش في التفاصيل أكثر من كده التلاتة آيتين أو التلاتة ديال شوفوا المبلغ ده بس كم وفي خلال شهر واحد هذا هو حساب التجميع اللي هو كله بيجي موين من أموال الدولة وخزينة الدولة طيب أيضا الغريب أن هذه الأموال يعني ما ما تمشي تصرف بس في أنشطة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني مثلا على سبيل المثال في يوم تمانية تمانية الفين وطمانتاشر جزء من ميزانة المؤتمر الوطني سبع مليون سبع مليار أيضا نائب رئيس الحزب أخذ مية أخذ واحد مليون مليار يوم واحد براوة ثلاثة مليار جزء من الميزانية جزء من ميزانة المؤتمر عشرة مليار اتنين مليار جزء ده الكلهم يوم تمانية يوم خمستاشر تمانية وتسعة عشر تمانية في يومين والأغرب من ذلك أن هذه الأموال أموال الشعب السوداني تم شراء طائرة للمؤتمر الوطني المؤتمر الوطني يمتلك طائرة هذه الطائرة دفع لها في يوم أربعة ستة أربعة مليون وفي يوم أربعة سبعة ألفين وطمانتاشر دفعوا مئتين ألف دولار للصيانة بتاعة الطائرة هذه الطائرة أسسوا شركة سميت بشركة جيت وان للطيران اشتروا طائرة من شركة مسجلة في دبي كل العملية عملية بتاعة قصيل بتاعة أموال ومن دبي جابوا الطائرة وعندهم شركة هنا سودانية سميت بشركة جيت وان للطيران هذه الطائرة مملوكة للمؤتمر الوطني من هذه الأموال التي تجمع من هنا وهناك بهذه الطريقة التي ذكرتها وبالتالي ليس أمام هذه اللجنة سواء أن نصدر القرار القرار الآتي قرار رغم 215 قرار إبداع جيت لإيران استناداً على المراجعات 7-12-13 من غانون تفكيك نظام السلسين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 لسنة تعديل 2020 وفقاً للسلطات لجنة تفكيك نظام السلسين من يونيو 89 واسترداد الأموال العامة نصدر القرار الآتي نصو الحجز على كل أموال وحسابات ومنغولات وأصول وعقارات شركة جيت للطيران ثانياً استرداد كل أسهم شركة جيت ون للطيران لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على الجهات الصلة والقرار ووضع التنفيذ الطائرة الآن في مطار الخرطوم تم غيد دعوة جنائية في مواجهة هؤلاء المجرمين وصدر أمر بالحجز على الطائرة والطائرة الآن موجودة في مطار الخرطوم طيب اتخذنا في كل إجراء نتخذه نحن نحتكم لهذا القانون القانون التفكيك وكل القوانين السارية في البلاد ولذلك قيدت البلاغات كما ذكر في مجموعة الصرافات وصدرت أوامر تفتيش ووضع حراسات الآن بالحجز على هذه الصرافات التي صدرت في مواجهتها هذه القرارات أيضا هذه الشركات التي صدرت في مواجهتها قرارات تم قيد دعاوى جنائية في مواجهة حريص وشركة جيتل التيران وكل المسجلة بأسماء وموزيم ما ذكرنا أنه هذا التسجيل الذي تم للمساهمين في هذه الشركات هو تسجيل شكلي ولكن كانت كل هذه الأموال ترجع وتجي صابة في هذا الحساب المجمع نحن ما لا نقش في مسائل التقدير لكن كل هذه الشركات الآن ملك للشعب السوداني بموجب هذه القرارات لأن هذه الأموال في حقيقتها هي أموال منهوبة من الخزينة العامة وكما ذكر ورأيتم كيف كان شخص واحد يعني 20 مليون دولار في الشهر يعني ما يغارب المليون دولار في اليوم ده ما عنده علاقة بأداء العمل وليس حساب من حسابات القصر ولا حسابات الوصفة إنما هو الحساب الخاص هكذا كانت تسرغ الأموال ولذلك حينما تحدثنا عن هذه الأموال الذين يتحدثون بأنها أموال خاصة وأننا نقوم بمصادرة نحن لا نقوم بمصادرة وهذه ليست أموال خاصة وإنما هي أموال عامة نحن نسترد الأموال العامة المنهوبة من الخزينة العامة بموجب الغانون واستنادا على الوثيقة الدستورية ولا نخرج عن الغانون وإنما نمارس هذا العمل وفقا للقانون ووفقا للوثيقة الدستورية التي تحكم هذه الفترة الانتغالية المواصلات الأزمة سبابة شنو؟ سبابة سبابة حريص وسفبها سبطغات الفازدة التي أتت بهذه المركبات بأكثر من 120 ألف دولار وهي لا تساوي 10 ألف أو كده الباص لأنه ما في ظل باستورد الباص يا جماعة مشى مليون كيلومتر الباصات التي استوردت باسم شركة حريص لمواصلات الخرطوم في باصات منها مشت مليون كيلومتر هذا هو الفساد وهذا هو النهب الذي كان يغنن من خلال السلطات العليا للدولة ولذلك نحن نقول أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ماضية في آداء عملها إلى أن تحقق كل ما تم النص عليه من القانون كمهام لهذه اللجنة باسترداد كل الأموال المنهوبة لخزينة الشعب السوداني ولذلك دار أقول برضو فيما يتعلق بالخدمة المدنية وزي ما ذكروا المتحدثين من قبل نحن لا نتشفى في أحد نحن كل هذه المعلومات نستغيها من خلال حتى الملفات حتى الملف ذاته يعني الكلام التغارير الموجود من واقع الملفات واللجانة التي شكلت خرجت بهذه المعلومات من واقع الملفات دار أقول فيما يتعلق توضيح وزارة العمل الذي صدر من قرارات يشمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قطاع التنمية فقط لسه قطاع العمل ما صدرت فيه قرارات وكذلك فيما يتعلق بالقرارات الصادرة في الصندوق القومي للمعاشات والتأمينات الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية القرارات الصادرة تشمل قطاع المعاشات لسه صندوق بتاع التأمينات الاجتماعية دماغا يعني نحن دارين نقول اننا نحن ماضين وزي ما ذكر العضاء من قبلين نحن في اللجنة بنعمل بتوافق تام وبنعمل بروح الفريق ولسنا عضاء اللجنة فقط وانما يعمل معنا فريغ كبير نحيي كل العاملين معنا في لجنة ازالة التمكين من الثوار ولجان المغاومة والشباب والمتطوعين ولجان التفكيك بالولايات لان السؤال كتير بيقول الولايات نحن زي ما قلنا تلقينا اول توصيات من لجنة غربي دارفور ونحيي لجنة غربي دارفور وستتواصل التوصيات من الولايات شكلنا لجان الولايات وان شاء الله ستباشر اعمالها وفي الغريبة العاجل سنشكل لجان محليات ولاية الخرطوم وسنواصل المزهيرة حتى نحقق كل اهداف هذه اللجنة ونستريد كل هذه الاموال المنهوبة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة